موسيقى أمر آخر خطير قاله تبون أن الجزائر كانت على مشارف حرب في المنطقة لولا تحلي الجزائر بضبط النفس هكذا قال يعني تبون وأنه لولا تحلي بضبط النفس أنا حاب يقول بأن الجزائر هي التي تريفت وإن كانت كل المعطيات كانت تقول بأن الجزائر راح الحرب من خلال السواريخ التي تم نصبها على الحدود من خلال اجتماعات المجلس الأعلى للأمن لقرر وضع قوات واستنفارها على الحدود مع المغرب وكثير من الأمور معناها تبون يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجزائر كانت على موعد حرب مع المغرب ولكن في الأخير تم ضبط النفس ترى لماذا تم ضبط النفس وأنتم منذ فطرة وأنتم تهيجون الشارع الجزائري ضد المغرب تم ضبط النفس خوفا وليس لحسابات أخرى خوفا من من؟ خوفا من حرب تدخل فيها أطراف دولية وأيضا خوف من قوى كبرى ستضع الجزائر ونظامها كنظام مارق في المنطقة وهذا سيجعله على خطى نظام الملالي وما حدث أيضا مع صدام حسين حتى وإن كانت المقارنة بائسة بين النظام الجزائري والنظام العراقي وما إلى ذلك من بعض الأنظمة التي وضعت لدى القوى الكبرى أنها أنظمة مارقة تحت الضغط وطبعا الجزائر هشة اقتصاديا وهشة في كل الجوانب وكان يحطوها مارقة لأسبوع واحد تتحول إلى مارقة تأكلها كثير من الأطراف في ربع ساعة هذه الحقيقة ودعونا من العنطريات الفارغة التي يروج لها هنا وهنا أمر آخر أن تبون قال بأنه لولا أنه أعطى أوامر للجيش بضبط النفس رأى كان رد عسكري كبير على مقتل ثلاثة جزائريين في عملية استهداف الشاحنتين هنا أولا حاب يبين بأنه هو صاحب الأمر والناهي هذه وثانيا حاب يبين بأن الجزائر كان طرح ترد بقوة ولكنه طريف وأنه أعطى الأوامر بضرورة ضبط النفس وأنه لا يريد انزلاق وأن الجزائر تصرع السلام ولا تريد الحروب هذه فقط الصورة التي أرادت تسويق لها وإن كان لا يتحكم في العسكر لو العسكر أرادوا الحرب حقيقة والله ما يقدر يحكي فيهم ويكفي أنهم هم دخلوا الكلام هذا كل حذفه وهذا مما يدل بأنه خضر فوق طعام بل أنه وصف الرد الذي كان من سيقوم به العسكر رد قاسي معناها أنه كان ستكون عملية عسكرية كبيرة تستهدف المغرب إما في الطراب المغربي أو في المناطق بمحاذاة الوحدات العسكرية بمحاذاة الجدار الرملي أو شيء من هذا القبيل كان رح يكون رد قاسي ولكنه تدخل وعطى أوامر بضرورة ضبط النفس خلين فوتوها نهضموها ولكن هذا مؤشر آخر يقول بأن كل الاستعدادات كانت تدفع نحو الحرب ولكنهم تراجعوا في آخر دقيقة لأسباب أعطينا بعض تفاصيلها لأنهم لن يجرأوا على أي خطوة حرب في المنطقة بسبب قوى دولية رح يمسك على هؤلاء الجنرالات ملفات سوداء لو يتجرأوا على شيء تشوف شنجريحة معاتش يقدر يخرج من العاصمة الجزائرية وهذه هي الحقيقة اللي لازم تعرفها أيها المواطن الجزائرية